داخل الحكومة وداخل الأغلبية هناك انسجام كبير وهناك عمل مشترك وهناك يعني تضامن وهناك متابعة للملفات بشكل دقيق وأيضا هناك نقاش عميق يهم القضايا اللي كتهم المواطنين وفيها القضايا كلها اللي ترتوها في الأسئلة ديالكم لكن لا أعتقد بأنه الأغلبية والحكومة خصت مارس واحد الويصية على الأحزاب السياسية أو لا على البلاغات ديال المكاتب السياسية المكاتب السياسية الأحزاب تشتغيل وتتتبع الأوضاع وتدلي برأيها لكن المهم هو أن مجلس الحكومة يشتغل أيضا ويقوم بما يجب القيام به هذا الموضوع الآن ديال القطاع الفلاحي شفتيوا بأن صاحب الجلال أعطى التعليمات دياله السامية وبأن البرنامج هو برنامج طموح وكبير وبالمناسبة في المساء ديال يوم بعد الزوال سيد رئيس الحكومة سوف يشرف على إعطاء الانطلاق لهذا المشروع بحضور الغزراء المعنيين وجاء في سؤال متى سوف يتم إطلاق هذا المشروع هذا كنت تكلم عليه استيشاكر هذا الموضوع ماشي متى سيتم إطلاقه بمجرد مصدرات التعليمات كان الفرق تشتغل تواصل الليل بالنهار وسوف يتم إخراج هذا البرنامج لأننا نستشعر الحاجة والأهمية دياله في العالم القراوي والانتظارات اللي كان في العالم القراوي فتفعيل سوف يكون سريعا النظام الحكامة سوف يكون مرتفع باش ما يكونش واحد الصعوبات اللي مرتبطة بالولوج لهذه المواد هذه ونخلي المجال أكبر يعني لسيد رئيس الحكومة وجساد الوزراء باش يتكلموا على هذا الموضوع هذا موسيقى